فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انسي محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الثلابية او السنبوسة او القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدري من خلالها تنظفي الجدار او الاجهزة او النجف وهي بيكون لها كزا استخدام تقدري طبعا من خلالها تحصلي على افضل نتائج التنظيف وهي طبعا بتشتغل عن طريق الشحن بعد كده عندنا القطعة اللي تقدري ان انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك انك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من 3 ادراك تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزة تنظميها فيه وهنا معانا الممساحة المرينة جدا دي اللي تقدري ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المريات او الشبابيك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوىب معاك تقريبا حوالي 10 علب تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تسبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جوه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده عندنا منظم للتوابل والمنظم ده بيحتوي على اربع برتمانات كل برتمان منه بيجي معايا المعواقة الخاصة به تقدر ان انت تنظمي به الملح او الفلفل الاسود او الشطة او مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة بعد كده هنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على قدر الحمام وتنظمي عليه المناديل الورق او المناديل المبللة بعد كده هنشوف عندنا منظم جميل او للحمام تقدر ان انت تثبتيه عندك على حوض الحمام وتنظمي به فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا معنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدي فيه فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ست انواع من التوابل اللي تستخدميها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوبر من على الهدوم او الكنب بكل سهولة وطريقة تنظفها سهلة جدا زي ما انتشافي كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظمي فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظمي بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وهنا عندنا المنظم السيليكون اللي تقدر ان انت تنظمي بيه المنازيل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المبخ او على جدار الحمان بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هوا بيسبج معاك جدا على الجدار او على اي سطح مكتب عندك بعد كده هنشوف عندنا قطعة من الخيش تقدر ان انت تعتبريها منظم للخدار وتثبتيها عندك على جدار المبخ بكل سهولة وتنظمي بيها الخدار اللي عندك زي الطوم او البصل او الجنزبيل او الفلفل تقدر ان انت تنظمي بيها اي حاجة انت عاوزيها هنا معانا شكل مختلف من اشكال البسكت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على جدار المبخ وطبعا طريقة تثبتها واستخدامها سهلة جدا تقدر ان انت ترمي فيها بواي الاكلة او اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي وهي بتحتوي على كذا قطع وكذا اداة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي انت بتنظفيها دايما في المبخ عندك بكل سهولة بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاز او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشطا اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سندوق لتنظيم التوابل والسندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر يتعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الخدار او كرات الرز بشكل متساوي وبطريقة سهلة جدا وسريعة وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخدار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطعي بيها مختلف انواع الخدار باشكال كتير قوي وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر يتستخدمي منها كميات مناسبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده معانا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك ايه استفسار عن ايه منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي ب3 طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي